فهمنا من حديثكم أن الروح خلقت خادمة للنفس نعم فعلى هذا الأساس إذا ماتت النفس هل تموت الروح؟ الروح باختصار هي من تكسب النفس والجسم الحياة بأمر الله تعالى فإذا غادرت الروح النفس وغادرت الجسد مات الإنسان ويعبر عن ذلك بموت النفس ولكن يحصو التوسع في العبارة فيقال فاضت روح فلان ولكن المقطوع به أن الروح لا تموت أبدا وإنما تنتقل من الدنيا للبرزخ ثم إلى يوم القيامة طبعا بعكس النفس النفس لها وضع آخر نعم شرحنا بالنفس نعم شرحنا يقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر لاحظ الآية الكريمة ما قالت الله يتوفى الأرواح صحيح وفي هذا أذكر كلاما جيدا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول فيه الأرواح مخلوق وهي لا تعدم ولا تفنى وأما موتها فهذا لكونها تفارق الأبدان ويقول أيضا عند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان هذا كلام رحمه الله وكلام الحقيقة رصين وفي محل لكن دكتور بن تيمية يقول أن الأرواح تعاد إلى الأبدان معنى ذلك أنها نفس الأبدان التي كانت في الدنيا طبعا أنه سبق معنى بأن الأرواح تلتحق بالأبدان من جديد ولكن هل هي نفس الأبدان المقطوع به وأن الوجوه وقلنا هذا أن الوجوه هي نفس الوجوه لأن أهل الآخرة يتعرفون بينه وكذلك أعضاء الجسم هي نفسها لأنها تشهد على أصحابها لكن كيف يكون شكل البدن يوم القيامة الله أعلم لا شك أن أصل البدن المبعوث من جديد هو من أصل البدن الذي كان في الدنيا لكن كيف يتم تشكيله من جديد الله أعلم ولكن تأمل أيضا في عرصات القيامة يطول الوقوف ويطول الحساب السؤال هل يحتاج الناس لما يحتاجونها في الدنيا في ذلك الوقت يحتاجون للأكل والشرب حتى يبقوا على حياتهم وهل يحتاجون لقضاء حاجتهم الأمر يختلف تماما ثم هل أهل الجنة عندما يتنعمون بها هل هذا لحاجة أجسامهم من أجل البقاء لا أبدا بل هو نعيم مطلق ليس لحاجة البقاء وكذلك أهل النار هل يأكلون فيها ما يغذيهم من أجل البقاء حتى لا يموتوا إذن كيف تعمل أجسامهم هذا السؤال الأمر يختلف تماما وبالتالي نقول وبكل تأكيد بأن الجسم في الآخرة يختلف عن تكوينه في الدنيا ولذلك لاحظ ذكرت الآية الكريمة بأن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها النهائي والمقصود به مفارقة الدنيا فقط نعم مفارقة الدنيا فقط ولكن التي لم تمت هذه الموتى النهائية فإن النفس تفارق البدن مفارقة مؤقتة وذلك أثناء النوم لكن هذه النفس تبعث يوم القيامة وتحاسب على ما عملت ولكن تختلف طبيعتها في الآخرة عن طبيعتها في الدنيا